الحفلة بدأت يعني من النهاردة وطبعا يعني أنا متفهم طبعا أنه الأهلي دايما محطة أنظار محطة أنظار الجماهير حتى المنافسة يعني مش بس جماهيره العريضة والكبيرة جدا لكن محطة أنظار حتى الجماهير المنافسة وما تهيليش أنه فيه نادي في مصر ولا في أفريقيا بيحظى بهذا الكم الكبير من المتابعة على كل المستويات سواء كان متابعة إيجابية موضوعية منطقية أو كان هجوم حتى لو في بعض الأوقات هجوم يعني غير مبر لكن ده قدر النادي الأهلي واحد من أهم الأندية واحد من أكبر الأندية واحد من أكثر الأندية تحقيقا للإنجازات مش في الكرة بس في كل الألعاب واحد من أكثر الأندية شعبية على كل المستويات مش بس على مستوى أفريقيا ولا الوطن العربي لكن نتكلم على واحد من أجبر الأندية الشعبية على مستوى العالم يعني لما يبقى فيه نادي يشجعه أو عدد مشجعينه على سطح الكوكب يتجاوز يتجاوز مبدئين كده 100 مليون طبيعي جدا أنه يبقى جازب للأخبار وجازب لحتى القنوات اللي يمكن يعني تبقى معنية بأندية منفسة لك ممكن تبقى بتتكلم على النادي الأهلي أكتر ما بتتكلم على ناديها ممكن تبقى مركزة مع النادي الأهلي أكتر ما هي مركزة مع ناديها ممكن تبقى بتفبرك أخبار وموضوعات عن النادي الأهلي أكتر ما هي معناها بمشاكل ناديها التي لا حصرة له بالتالي لازم تبقى متفاهم ده أو متقبله والأهم أنه منهج الأهلي ده اللي بيعجبني الحقيقة وده حتى واحد من المبادئ اللي احنا هقول اجبرنا عليها هنا في قناة النادي الاهلي او اجبرنا عن احنا نتعامل بها انه احنا ملناش دعوة باي حد احنا لينا دعوة بنفسنا لينا دعوة بطريقنا لينا دعوة بكراستنا ما بنبصش على حد تاني ومش معنيين بحد تاني ومركزين بس في مرفات اللي تخص النادي الاهلي النهاردة زي ما قلت لكم هقالوا ناخد جولة سريعة في اخبار النهاردة من النهاردة هيكون في معسكر مغلق هيستمر على مدار الايام اللي جاية والصورة طبعا اليوم الاربع اللي هيظر فيه مارسال كولر والفريق اللي اول مرة فيه اول مباراة والدين المعسكر المغلق مهم في التوقيت ده فكرة اليوم الكامل واعتقد انها فكرة لقت قبول كبير جدا عند معظم الجمهية كل الجمهية بتتكلم على انه شيء ايجابي جدا فكرة مارسال كولر في انه يعمل نظام اليوم الكامل تبرين الصبح اقامة غدا محاضرات الراجل بيتكلم مع اللاعبة كلها بشكل فردي يمكن المعسكر للأسف طبعا عشان الاجندة الدولية الاهلي فيه غياب العدد كبير من اللاعبين الدوليين سواء المصريين اللي انضموا المنتخب مصر الاول يعني استعداد الاهلي وبصمات مارسال كولر مش هتبقى كامل قوي في المعسكر لكن في النهاية عندنا تلات مبارات ودية مهم جدا نستغل لهم افضل استغلال الراجل بيشتغل بنفسه النهاردة التمرينة كانت العيبة يعني تقسمت لمجموعتين مجموعة قد المرام بتاعها مارسال كولر بنفسه كان فيها تدريبات بدنية وجمل تيكتيكية وفنية ومجموعة تانية اشتغلت بدني بس تحت اشراف اندرياس اندويا اللي هو مدرب الأحمال وراجل بيقف وبيتكلم ومركز قوي مع اللاعبة بشكل فردي يعني واضح انه الكلمة اللي انا قلتها لحضراتكم لما قرينا او تم الاعلان عن انه مارسال كولر هو اللي هتولى او تم الاعلان انه هو اللي هتولى مسؤولية المدير الفني في النادي الاهلي انه الراجل ده عنده قدرة كبيرة جدا على تطوير اللاعبين على مستوى الفردي يعني فيه فيه مديرين فنين انا اممكن كنت بكلم من برح في السادسة مع حضراتكم فيه مديرين فنين ودي مدرسة بتيجي تشتغل على التيمورك او على المنظومة الجماعية للفريق وتختار العناصر اللي موجودة اللي تقدر تنفس او تنفس او تخدم طريقة اللعبة او فكر المدير الفني ده ودي طريقة او مدرسة نكحة يعني ممكن تنجح بشكل كبير جدا ودربت المثال على ده بمستر موسيماني لكن فيه مديرين تانيين بيشتغلوا على فكرة طبعا التيمورك لانه دي في النهاية بتكلم مع رياضة جماعية وبيشتهل كمان على الناحية الفردية بيشوف ازاي ممكن يطور من مستوى اللاعبين واعتقد انه الجهاز الفني حسنا فعل انه بدأ الموسم باقي القياسات الطبية والبدنية اللي عملها الفريق النادي الاهلي عشان يقدر يحدد ازاي يتعامل قلنا القلنا وكل الخبراء ده مش كلامنا احنا مش متخصصين في الجزئة دي لكن حتى لما استضافت الدكتور محمد يحيى قبل ما يبدأ الاهلي يرجع لاستعداد للموسيم الجديد واتكلمت معاه الطب الرياضي وقد ايه الطب الرياضي تطور في السنوات الاخيرة وكلمني عن حاجات كنت اول مرة اسمحها بتطبق برا انه زي تم الاعداد وعمل قياسات لكل لعب على حدة لانه طبيعي جدا انه الاحمال هتختلف من اللعب التاني والقياسات البدنية هتختلف من اللعب للتاني عشان تطور مستوى كل واحد عشان تقلل من احتماليات نسب الاصابة محتاج تعمل او يبقى عندك الداتا دي والتفاصيل دي وده اللي اشتغل عليه مرسيل كولر في بداية التولي المسؤولية حراس المرمى اشتغلوا النهاردة مع ميشيل يانكون اللي بيعود مرة تانية اعتقد انه بقى واحد من مصادر الثقة والامام بالنسبة لجمهور نادي الاهلي ميشيل يانكون الحقيقة كان ليه بصمة كبيرة جدا على حراسة مرمى النادي الاهلي اشتغل طبعا مع علي لطفي ومع مصطفى شوبير ومع مصطفى مخلوف في تمرينة النهاردة بشكل يعني منفرد واشتغل اكتر على مجموعة من التدريبات البدنية والتدريبات الفنية استعدادا للموسم الجديد طب منكم كمان على الاصابات يمكن افشا وبما انه افشا وشريف ظهرين في الكدر قريبين جدا وبيستمروا في البرنامج التأهيلي النهاردة كانوا موجودين في الجيم وقريبين جدا من ان هما يشاركوا طبعا افشا كان عمل عملية فات في احدى المستشفيات يعني قبل نهاية الموسم اللي فات وشريف كان عنده اصابة في العضلة الضمة لكن قريبين جدا من هما النهاردة يعني دخلوا في تمرين منفرد او مجموعة من التدريبات التأهلية بشكل منفرد في الجيم وده برنامج محطوط ليهم بعد ما خدوا راحة استثنائية من الميران انبارح وان شاء الله يبقوا جاهزين مع عبدات الموسم للمشاركة مع الاهلي كهرباء محطوط له برنامج مخصوص يمكن كهرباء من اللعيبة وطبعا ده طبيعي جدا يعني هو الحقيقة يمكن بقاله فبالتالي حتى لما تعملت القياسات وكان يمكن هو اقل لعب في اللعبي النادي الاهلي اللي عمل القياسات البدنية نتيجة طبعا انه بعيد تماما عن التدريب بقاله فترة طويلة جدا فراجل مهتم جدا بالكهرباء وعارف واضح كده انه عارف امكاناته كويس جدا وعايز يجاهزه انه يبقى يعني واحد من اوراق المهمة جدا للنادي الاهلي واحد وكهرباء طبعا لعيب كبير وامكانياته عالية جدا نتمنى انه يستعيد لياقته يستعيد تركيزه قدرته على التركيز وحاسس كده انه كهرباء السنة دي في بداية ان شاء الله تكون مختلف ترجمة نانسي قنقر